عملت غلطة أني أنا مجيتش متاحة طاعة طول أول مرة أجيب 100% من غير ما أفكر فيها بدرس في كلية هندسة في كسم الكمبيوتر في الأكاديمية البحرية الموقع حليني المشكلة دي يعني هو ده سبب في أني أنا خلاني أكمل بأيكام الكمبيوتر يعني هو أنا أقل لحياتي من أكتمكن أحول من كسم لو كسم تاني أنا أشتغل شغلانة من شغلانة تانية وأكمل تبع كابلة الدنيا مشى معي لكن صحابي كانوا مزهولين أنت منين من ترم ما كانش فيه حاجة خالص حاجة إنه هو أنت بدأتك تفهم كمان بيت مع الدينة في الوقت وخلص الحاجة أسرع تفهم الحاجة بسرعة أنا يوسف محمد عرابي عندي 22 سنة بدرس في كلية هندسة في كسم الكمبيوتر في الأكاديمية البحرية ومشترك على موقع جملتك عرفت موقع جملتك إزاي؟ كانت أول حاجة عشان أشترك على الموقع كانت من على الفيسبوك كان بيزهر لي جملتك هو أنت وصل اشتركت على الموقع ليه؟ بعد ما خلصت سنوية عامة فأنا كنت متردد أخش كمبيوتر ساينس أو هندسة على السنة فيها مجالات كتيرة أقدر أحدد يعني أنا عايز أخش إيه بالظبط فما كنتش مختار يعني ما كنتش عارف أنا هخش بروغرامينج ولا لا فدخلت في الأول واخترت في كلية هندسة أن أنا هخش كمبيوتر فبدأنا ندرس في الأول مواد بسيطة في الكمبيوتر فليت نفسي مش فهم أي حاجة بجد ليت نفسي مش فهم أي حاجة فكنت بدأت أن أنا إيه؟ أنا أحاول من القسم إن هندسة فيها أجسام كتير وكده فالموضوع حيبقى سهل إن أنا أحاول ميكانيكا صلاة أي قسم فبعد كده بدأ يظهر لي بقى يعني أنا لقيت على جنباتك فقلت أعدي نفسي فرصة ما ده حل برضو إن أنا أجرب نفسي في حاجة براك كلية كنت تحاولت ألاقي حل يعني آه بالظبط غير إن أنا أحاول يعني حل بقى تاني غير إن أنا أحاول طب أنا ليه ما فكرتش في حل إن أنا أحل مشكلتي في إن أنا ليه بيش فاهم بروغراميك فلاقيت بقى الموقع على الفيسبوك فدخلت اشتركت بقى كده دخلت في كورس لسي في الأول اشتركت إيه الأول؟ في الأول اشتركت على كورس لسي بس مش كان هو شهور تقريبا ما كانش آه بعد كده لما دخلت لقيت نفسي تمام ماشي وبدأت أفهم طب البروغراميك تلاقيت جميلة فلاقيت نفسي ماشي في الكلية فاهم بسبب إن أنا فاهمت لسيه طب ما حلو جدا بقى كده رحت أصلا بعد كده مددت الاشترك بتاعي لأربع سنين حسن المتناكت مع قادة الدنيا؟ جدا يعني أنا مكنتش فاهم فأنا كمان لما كنت في المدرسة ما كانتش عندي مواد اللي هيا زي الاميركين والاي جي بيبعندهم مثلا مادة اختيار كده ولا حاجة تاخد خلفية عن البروغراميك لا ما كانتش عندي الابشن فما كانتش عندي خلفية خالص عن البروغراميك ولما دخلت في كلية لقيت ناس كلها فاهمة وأنا مش فاهم طب هو لعب فيه ولا لعب فيه هو ممكن يكون لعب فيه في ان انا مش فاهم يعني ايه بروغراميك يعني بس هو فعلا يعني الموقع حلل المشكلة دي يعني هو ده سبب في ان انا خلاني اكمل بقى كمبيوتر يعني هو انا قال لحياتي من انا كنت ممكن احول من قسم لو قسم تاني ان اشتغل شغلة انا من شغلة تانية واكملت بقى قبلة الدنيا مشى معي شكل حياتك ممكن يتغير شوية جدا كتير مش شوية بس حسيت لما بدأت وتعلمت انا كنت بدأ اول ترم كان بايسون فكان خفيف ما كانش اه 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 اطبع ايه راه مش عارف ايه ما كانش فيه اه اه ما كانش فيه اه اه فبعلي كان لما دخلت تاني ترم كنت انا قريدي بدأت ان انا بدأت مع الباشموندس عبد الرحمن فكان بدأنا ان اخد سي فليت نفسي ده انا مسابقهم وبعدل عليهم اي بروشيكت بخلص بسرعة اي قسيمة بخلص بسرعة ما كانش فيه مشكلة الامتحان بخلصها في وقت اسرع فهو حطهم صحابي كانوا ممزهولين انت منين من ترم ما كانش فيه حياجة خالص ويعني ايه بروبروبرامنج يعني ايه فلوشورت مفيش فمعلي كده فجأة انه هو انت بدأت تفهم اوه تعرفت بحاجة ازاي كده والدنيا وكمان بدت مع الدينة في الوقت وخلص الحاجة اسرع تفهم الحاجة بسرعة فلا هم حطا كانوا من بهرية من كده يعني هم شجعون ان انا اكمل يعني فهو حلو طيب انت الدنيا كانت ماشي معك لذيذة قوي كده فتو الكورس يعني اكيد كنت الساعات مصلا احس ان اه ايه ممكن اكون مش فهم مش فهم حاجة من ال بس انك ممكن احس هو الى الموضوع سهل كده للدربة دي اكيد في حاجة معقدة بجد وحنا لما دخلت كولية حسيت ان فيه مثلا حاجة تفهمها وممكن في حاجات تانية معاقدة فكل حاجة مامش افاق الإلكب الموقع وكنا الدينة بقى متبسطة اكتر متبسطة اكتر فمحسيتش ان الموضوع. وليت ان عادي ده بيصوب جوهك كلية والدنيا. اه جدا. زي اني كتير بقوا كلية. يعني. لان اول ترمين الترمين تاني والثالث كان سي و سي بلاس بلاس. والسي بلاس بلاس شبه لسي يعني. فالموضوع ما كانتش. كانتش اصعب حاجة. اه بالضبط. انت كنت امتحنت اه اه ويجبت فيها مية في المية. صح كده? صح. اه في ناس كتير اوي بتاع تقول لا يا عم فيش اصلا حد بيجيب مية في المية. والكلام ده مش موجود. فانت احكي لك رحلتك. يعني انت الاول امتحنت امتحانات تانية. سي والسي بلاس بلاس. اه. حلو. طيب وعملت في يوم ايه? انا في السي اول ما جيت امتحنت انا كنت الان او خايف يعني. تمام? لان كنت اول مرة اجي امتحن. واللي امتحن ساعتين نظري وساعتين عاملي في حاسة ان ايه? هو انا دخل امتحن بجد يعني. انا في الاول لما كنت مخلص كورس السي. عملت غلطة ان انا ما جيتش امتحنت اعطول. فدي غلطة عشان انا كنت خايف ان انا ما اجيبش درجة عادلة. ما اجيبش حاجة كويسة. كنت الان يعني. كنت الان او. بس انا كنت افتحدي مع نفسي في الكلية ان انا لا انا فهمت البروغرامنج. فمش عايز اكسر الخوف ده بان انا ايه? حلو. اطلع مش فهم في الاخر بعد كل ده. فهمت الوقت انا دي وقت كان مبسوط. طيب انت ايه اللي قصر الخوف ده بقى? انا قلت كاك انا لازم امتحن. عشان احس ان انا خلصت كورس السي وخش في السي بلس بس. فلازم اباين يعني لازم اخد قرار حد يقول لي ان انت فهم. حلو. تمام? غير نفسي يعني. فجيت امتحنت اول امتحان من الرهبة والخوف. فطلع الموضوع بسيط جدا. لا في حد بيريب عليك. بش معنا كان ان انت اعاد بجدوش يعني بس. بس هو مسلا مفيش حد عليك لو هو واقف. اه. يلا خلص. خمس ده ايه. اه. لو هو الجوي ده مفيش. فالموضوع يعني اخدت الورع والقلم وامتحان. وقعت ركزت بقى. بس معنا نفسك كده ومركز حس تشرب حاجة حس تبح حاجة كان الموضوع كان لذيذ جدا يعني. فا يعني ده قسر برضو ايه شوية من الرهبة اللي عندي من اول امتحان. فجبت في اول امتحان اه تسعة وتمانين تمانية وتمانين. فا انا كنت حاس ان هي درجة مش حلوة. لان كنت جاية وعايزة اجيب مية في المية. بس لما دخلت وعاتي مع البشواندس او احس ان انا فاهم. ولان اجاباتي بتدل ان انا يعني ما عنديش مشكلة وقدر اخوش على الكورس اللي بعديه. سي بلس بلس بلس. بالضبط. فاتبسطت اكتر يعني حسيت ان انا كده اخدت القرار الصح بان انا محورتش من الكلية من من قسم كمبيوتر لقسم تاني. لان خلاص انت خدت بريديشن ان انا. بالضبط ان انا فاهم وقدر اكمل في الطريق ده. حلوة. فانا الموضوع كان لازيز جدا يعني اتبسطت جدا. ان انا حد قال ان انت كويس وان انت تمام تقدر تكمل. وكنت قوي يعني ممكن مدهي شوية بسبب الدرجة. كنت حس ما اقدر اجيب مية. بس ما جابتش يعني. فقلت عادي بقى في الامتحانات اللي جاية اقدر انا اعود يعني. واقدر اجيب المادي في الامتحانات الجاية. حلو. جيت ال سي بلس بلس بعدها? كورسي ال سي بلس بلس. بشكل او. اقلب كتير كمان يعني ممكن في نصو الوقت اللي انت خدت في ال سي. حطيت نفس رينج وخلصت الكورسي ال سي بلس بلس. فحددت بقى امتحان امعاد لامتحاني ال سي بلس بلس. فجيت بقى قولت ايه? انا خلاص بقى كسرت الرهبة اللي فاتت. تقع وكده. فدخلت. لقيت برضو الدنيا في الازيز. وبعدين لقيتهم جابوا لي اكل وكده. فاتبسطت قوي لو ايه يا جماعة لازيز. اه بالزبط يعني. عشان الامتحان بس طويل فانت بتقعد وقت طويل غير انت بتتسنى باشموندس يعلم لك وكده. فدخلت على الامتحان. امتحان طلع الازيز. ما كانش صعب. يعني مش زي ما احنا متخيلين ان هو الامتحان صعب اوه في جمال وكده لأ. او الامتحان على الفكرة زي ما انت بتدرس الحاجة على الموقع مش بتجي تليه حاجة غير يعني. هي هي. هي هي. بالزبط يعني. بالزبط هو هو. فجبت فيه برضو اتنين وتسعين. مم. فبردو كان معي الباشموندس بلال. هو اللي كان بيعلم لي تعريبين الامتحان. فبردو قال لي لأ انا كانت عمان برضو ادر انا اخش على الايه? على الاتاستروكشر. واردو كنت برضو زعلاني انا ما جبتش مية. مم. الغلطات دي انا عارفها. مم. فالاتاستروكشر يعني تجد جبت فيها مية في المية. مكنتش محبط شوية ان انا ما جبتش مية في المية في الامتحان اللي قبل كده. وخلاص بقى انا مش هيجيب مية في المية. ايه. انا في الاول يعني بعد اول امتحان وتاني امتحان. فكنت دايما ندخل بفكرة ان انا ايه لازم اجيب مية في المية. ولو ما جبتش فانا كده مش فاهم. فلما قلت طب اغير بقى الكنسة ده يمكن. تطلع صاحب الراديو. فكنت داخل بقى ما فيش بلاها رهبة ولا خوف ولا استرس ان انا لازم اجيب مية. مم. فدخلت وتعاملت مع الامتحان بشكل طبيعي. فلايت نفسي سؤال بيجي بورا سؤال ماشي ما فيش مشاكل اوه. طيب هل مسلا كنت راجعت بشكل مختلف? قبل لما فيجي اه. لا لا يعني نفس يعني ذكرت في الاول وبعد كده جيت قبل الامتحان كده حطيت لنفسي مسلا اسبوع خمسة ايام. ان انا ارجع تاني لك الكورس ده بان انا مسلا اشرحه بنفسي مسلا بورا وقلم. اه 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 اكن باشرح لناس يعني ان هو اشرحه بنفسي اه اشرحه لاخوية اي حاجة اخوية برضه عشان فعندس كمبيوتر. فانا برضو يعني. فبتحاول ان انت. بالزبط اوه. لو اطبع عليه بقى لنا. بالزبط. فالموضوع كان ده بالنسبة لمراجح. ان انا اشرح لحد بس ان هو ايه. يعني حس ان هو فاعم مني حاجة. فلو حسيت منه كده. فلا انا كده تمام. وقدر اروح امتحن. اه. فده سهل لي الدين يعني. يمكن دي الحاجة اللي ما عملتهاش في سي و سي بلس بلس. اه. تمام? هو يسأل اسئلة انا ما ارد عليها. يمكن هو عنده سؤال انا مخطيش بالي منه. كده يعني. فدي كان اه حاجة بالنسبة لي سألتلي في المراجعة. فجيت بقى وامتحنت وليت باشماندس عمل ايه? اؤخرني كل شوية. استنى في الاخر. انا عملتم سيبه والله. انا انا جبت ايه. اه لزبط. استنى في الاخر استنى في الاخر. فانا بدأت تحس ان في حاجة. وكنت حسن بعد ان خلصت امتحين كنت مبسوط. يعني انا مبسوط من نفسي قوي. يعني في السي و سي بلس بلس كنت مبسوط. بس لما خلصت ده قبل ما عرف الدرجة كنت حسن انا مبسوط قوي. حسن انا عملت حاجة كويسة انهال. حسن في فرق. اه. عشان برضو مفيش بادة استنى المية. انا افتكر لما جيت لك. قلت لك انت تفتكر جبت كام? اه. مية. بالزبط اه. فكان يعني ساقة كبيرة يعني. بالزبط. الموضوع بقى كان جميل اولا مش مهندس بقى اللي ان انت عفلت النظري. وانا هو احنا دوتها نعلم يعني. العملية. العمل اللي احسن له اللي على لابتوب. فالها سوال ورا سوال. كله بيجيب بعضه. كله تمام كله تمام. بالزبط. فقال ليه لأ انت جبت المية. طبعا انتبسطت جدا يعني ان اول مرة جيب مية في المية من غير ما افكر فيها. عارف لو ما فكرتش فيها. اه. هدخل او بعدها في ان انا اقفر الامتحان. بس لو ما اجبتهاش. بس انت ركزت اكتر حاجة ركزت عليها انك انت تبقى فاهم قوي الحاجة دي. بالزبط اه. اكتر ما اركز في الدرجة. انا امركز ان انا فاهم او فاهم الكنس بتاعت الحاجة دي. وبعاك اه الدرجة احتيجي اصلا لو هدى. يعني انت لو فاهم المعوردة هتجيب الدرجة. انا انت في فيها اقل جريد في الكلية. جيت فيها بي ماينوس. فبالنسبة لي دست ركشت دي كانت حاجة صعبة جدا. مم. وكنت مبسوط ان انا عدت منها في الكلية وعدت على خيره. مم. فلما بالنسبة لي ده كان تحدي على الموقع ان انا لازم افهم الكورس ده. حلوة. فلاقيت الدنيا مش مش بالتعايد ده. مم. فدرس ولا درس كله بيجيبه. دنيا لزيزة. دنيا لزيزة جدا. مم الصعبة خالص. فسهل عليها كتير. مم. ففهمت بقى الكورس وما كانش زيال كلها خالص. فهو حتى انا هو تحدي كان بيني وبين نفسي ان انا لازم يعني اللي انا جبت الدرجة دي. واللي انا مش فهم دست اكش. بقيت حتى عن الدرجة يمكن انا موفتش في الامتحان. فلاقيت نفسي على الموقع على الدنيا زبطت كتير. حلوة. طيب في ناس كتير بتبقى خايفة وبتبقى تقول لا انا مش عارت اجيب مية في المية. اه لا انا مش هيجي امتحن. فانت اي رأيك في الموضوع هذا? يعني عندي واحد صاحبي. محمود عيسى معنا. او دي قديني قلت اسمك. او كان ايه لك. عشان تجيز الامتحان. هو عنده خوف من الموضوع الامتحان ده. ام. هو انا كمان كان عندي في الاول نفس الخوف. بس لو هو بعد كده ما انا محتاج اثبت لنفسي ان انا فاهم. وبرضو حد برضو يبقى في المجال بيقول لي ان ان انت مشي على الطريق الصح. اه كمل. ما هو برضو انت لو مجبتش في المية مش مصيبة. فلازم برضو يبقى في مؤشر كده. ان انت برضو. ماشي كويس. اه. فبالنسبة لي يعني بعد كده حسيت لا لو فكرة الامتحان دي مهمة جدا. ما لازم برضو مش فكرة ان انا باعتمد نفسي ان انا فاهم. لا. لازم برضو بقى في امتحان. لازم في درجة. لازم في حد يشوفك. حال. فالتواصل ده مهم جدا. فلازم لما تخلص الكورس. انا اشعاف ان هو لازم تمتحك. حتى عشان تعرف انت فهمت ولا ما فهمتش. لو ما فهمتش. حاولت اني. عشان ما يبقاش اللي جاي بويز. ما يبقاش ده بويز. واللي جاي كله يبوس. بالزبط اه. صحيح. لازم بقى ان هو ايه تخلص الكورس تيجي تمتحن عليه. يعني غير خوف على حاجة عم مش بيضربه على فكرة. جدا والله. طيب صاحبك انت بتقول لي عليه. اه. اه بتحاولش اتجاوز زي ايه بتحاول تتعمل مع ايه? انا لما قلت له ان انا حصور فيديو النهاردة فهو قال لي لا خلاص ده انا انتحن عشان اجيب من في المية وجه اصور فيديو. فدي حاجة شجعته حتى ان بدأ يرجع كورس لسي عشان خاطر ايجي امتحن. بس هو شاطر جدا. وانا انا انا شايف ان هو يقدر ايه انا هو يجيب المية. مم. تمام? فانا دايما بيوجد اشجعه لأ تعالى انتحن ما انت برضه عشان تعرف مستوى طيب انا عارف ان انت شاطر وانت عارف ان انت شاطر. بس تعالى اوري الناس حتى نفسك اه يمكن مسلا اه الدرجة دي تفريم معهم في حاجة اه تتضرب في حاجة كده يعني. في قوت كده دايما بتقول لك حاجة اللي ما تقدرش تقسها ما تقدرش ان انت تتحسنها. بالزبط اه. ففي كورس احطقت كده ان انت مهم ان انت هتيجي تنتحن عشان تقدر تحسن. تشوف نفسك انت فيم وتقدر كمان تاخد قرار فعلا انت يعني هتخش في الكورس اللي بعده ولا في حاجات نقصاتك محتاج ان انت تترجعها في الكورس اللي انت انت فيه. وموضوع ما فيوش على اخوف يعني. يعني هو مش مطر اه انا قدت الان وخايف بس بعد كده لأ. الموضوع ده مهم جدا لك. عشان برضو تقدر تحدد مستويك فين. فلأ لازم تيجي تنتحي. لازم لازم يعني. هل في ناس تانية من صحابك اه. اه. تعرفهم خدوا الكورسز او كده. وفرقة معهم بشكل ما? جدا. اه. في برضو فرينا برضو اه. دي نقولت اسمعها. هي برضو لسه مشتركة على الموقع. بس هي برضو ما كانتش يا البروغراميج بالنسبة له احسن حاجة. حتى انا كدت بتفكر انها بعد ما تتخرج تشتغل حاجة تانية. يعني دخل انت بتدرس حاجة في الكلية وانت مكرر بعد ما تخلص انت تشتغل حاجة تانية. فلأ فانا انا اشتحت لها الموقع. وهي اشتركت عليه. وهي حاسة دقتي بفرق اه. هي دقتي في كورسزي برضو. اه ان شاء الله تجد انت حن قريب. فهي حاسة بفرق اه شاسع. يعني صفار كبير. هي بدأت تفهم. هي مبسوطة ان هي بدأت تفهم البروغراميج. مش ان انا لقيت حاجة وماشي فيها. لا. هي بدأت تحل المشكلة كانت عندها. فانت لو بتحل المشكلة دي فهي بتبقى مبسوطة جدا من نفسها وحاسة ان هي عملت حاجة جانا. حلو. بقى في ناس دايما مستعجلة قوي. انا عايز نتيجة دلوقتي حالا. يعني انا النهاردة سجلت في الكورس. فعقال لا جماعة شغلوني دلوقتي. لا 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 مش للدرجة. دورة فيه الناس كده. ايو لا بس مش للدرجة يعني يعني هو انت اكيد لو شاطر اكيد يعني هم الناس هيشغلوك. هم عايزين برضو يكونوا احسن مكان في العالم وفي مصر وفي كل حاجة. بس انت طبعا في ترتيب للحاجة. لازم تكون مخلص الكورسات الاول. اه تبقى جايب في الدرجة المية في المية مسلا عشان الخاطر تشتغل. فهي الفكرة مش انه هو انت جايب خمسين ولا جايب ستين فانت جاي عاسي اشتغل. لا انت حل اول مشاكلك في الحاجات دي وبعيكات على امتحن. وبعيكات على اشتغل بس انا فيش نوع ايه? يعني هشترك وهشتغل. ما فيه. لا. وانت لازلت وفاقه عشان تشتغل. لازم لازم تتعب يعني. بالزبط اه. انت دايما بقى بتدرس اونلاين ما جيتش كملتك. لا انا كنت جيت قبلي كده قبلها اه كان عندي اه المنحة بتاعت فلوتر. اينا قدمت على منحة. اه قدمت على منحة. ده كان قبل ما امتحن. مكنتش فكرة اولاين بس يعني انا انا انتعنت السيلة كنت جيت وشفت الشركة او شبت. قبل امتحني السيلة اه او قبل امتحني اوه. كنت بدأت في الكورس بس كنت ايه لسه لم تتحنتش. اه. فجيت بقى ايه امتحنت في في سألت على سألها في الانترفيو يعني او في فلوتر سألت على سألها في السي في الاول بكياه دخلت سألها بقى شخصية كده وحاجات من كده. حسيت اي طيب ده ما دخلت في الاول كنت على انا متوتر جدا. اجانب برضو. او موضوع امور بك اوي. انا مكنتش اعمل حساب على كده. فالموضوع في الاول كان مقلق. فبعد كده ما تقابلتش بصراحة في الف المنحة. وده كان بالنسبة لي تحدي. يعني او الا انا كده بقى لازم اج لازم اجمتها انتار السي. يعني او ما كانش عندي اعمل او ما كانش عندي او مكنش عندي تخطيط ان انا متعنسي لا انا بعد الموقف ده لازم تعنسي عشان ازبط ان اشاطر وازبط برضو الشركة ان انا شاطر ان ولأ او wait ما اترفيتش. ايوا ايو ايو انا كويس يعني او بالضبط لانا كويس وفهم. فليه انا ما ما تقابلتش. في مدوها كان بالنسبة لي بقى تحدي اللي هو ايه لازم اشوف نفسي بالزبط اه فهو كان دفع جدا ليه بالنسبة لي ان انا اجمت حين لسي يعني. فده اول حاجة لكسرت رهبتي من انا منخوف من الانتحانات وكده اما انا كنت لازم بده اشوف نفسي يعني ايه? الدنيا وصلت معي الفين. صح. فده كان دافع لي يعني. طيب انت دلوقتي اه خلاص داتا استراكتشور جبت فينا في مية في المية. انت تقريبا يعني قرب بتتخلص كورسز فنوي بقى تعمليه فترة الجاية. انا بس في الاول اخلص الالجوريزيوم ال او بي. ان شاء الله هم تعم فيهم بالفترة الجاية وخلصهم. وانا دلوقتي شغال في حاجة طبع كلية. آآ درونز وكده. فشغال معهم حاجات وكده. فطلع يعني الاساسيات اللي احنا بنتعلمها في الموقع دي. لا هي مهمة جدا يعني. بتساعدك. جدا. لو حد لاحيز يبدأ يتعلم بروغرامنج. انت واضح ان انت بتشجع صحابك دايما يعني. بتحاول تقول لهم يعني اه ركزوا واكتهدوا. لما بلايه بصراحة حد عنده مشكلة في ان هو مش فاهم او بدأ الموضوع يعمل له ان هو مش هشتغل بعد كده في الحاجة انا بدي رسع. انت عليك باي? لهو هي هتحل المشكلة دي ما كنتش دخلت القسم ده من الاساس. او. يعني ما كنتش فررت التعلم من الحاجة دي. بالزبط اه. فهو لازم تحل المشكلة دي. طالما انت دوقتي وصلت للقرفة تتخرج ولا كده. فلما اي حد بلايه عنده المشكلة برشحه واخد كزا. اه خش على الموقع اشترك اشترك بتاع السي مسلا جرب الاول اللي هو بتاع الشهور ده. اه جرب نفسك. فلما بلايهنا هما يعني بعد كده المشكلة دي عندهم بتتحل. فلا دي ما حلتش مشكلتنا بس. ما بتحل مشكلته ما بتحل مشكلت ده ما بتحل مشكلت ده. طيب لو حد بقى لسه بيبدأ يتعلم وليسه مش عارف يعمل ايه او يبدأ ازاي او خايف عموما من من الموضوع يعني ممكن تقول له ايه او الموضوع بصراحة على جمالتك هو منظم عشان فيه يعني انت ماشي على رود ما معينة. مم. فيه خريطة معينة انت ماشي عليه. اتاوي تاخد سي بلس 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 بس بس. فانت لازم في الاول اكيد لازم تعلم لغة. اللي هي بالنسبة لك اللي هي اللغة لامك. ده العربة. فمهم جدا ان انت تبتدي بلغة وتتأسف تتأسس فيها صحي جدا. فالموضوع ده انا شايفه مترتب جدا في جمالتك. حتى في ترتيب الدروس في الشرح. الموضوع مترتب موفوش صعوبة. مع الجانب طبعا تحت كل درس في اسئلة وكده في فيديوهات على يوتيوب بتسهلك الحلول. في برضو الان انت تسأل اسئلة على الموقع. والنسبة ترد عليك بصراحة ومتجاوبة جدا. فالموضوع بيحلها كل مشاكل. انت ما عندكش حجة ان انت ما تتعلمش. فهمني? كل مشكلة ممكن تتواجهك هتليه لحل على الموقع. فده بالنسبة لك هيحطك على الطريق حتى. انت بعدك هتدوس. بس مهم جدا ان انت يبقى ليك بداية وعارف انت تتخلص امتا. وطبقوا ايه اللي بعده? ويه اللي بعده? ويه اللي بعده? فحد بيبقى رسملك طريق. اه انت مش علي. فالموضوع ده مهم جدا عشان ما تبقاش تاية. انت مش عارف انت تتخلص ده. تبقى تعمل ايه? تبقوا ليه ما اتعلمش ده? تبقوا ليه ما ابدأش بده. فلما تلاقينا الموضوع منظم. طب حال انت كنت مشتت مسلا كده? في الاول كنت مشتت ان انا جربت ويب جربت داتا جربت مع سيب على الموقع. ده لما دخلت اه جربت كزا حاجة. فقالت ان ده بصراحة لأ دي غلطة انا عملتها. اللي هو مش هينفع ان انا اجرب كل ده في نفس الوقت. فكنت لازم اركز على حاجة. فخلاص قلت خلاص حاسيب الويب وحاسيب الدياتا. اه ممكن اتعلمهم بعدين بس اهم حاجة ان انا يبقى عندي الاساسيات. فعشان كده بديت بالاول مع الموقع ان انا يركز من اول ال سي. وكام ببقى تركز الكروسوت. بس ما ينفعش ان انا اخد كل حاجة في نفس الوقت وكده. حلو اه. عند شايف ان بس الشخص محتاج ان هو ينشيت. يبقى عنده البداية. لازم يبقى عنده الدفع دي اه. اه. بالزبط. وبعد كده البنية هتقمشي بالطايم لاين اللي محتوى. بالذات لو البيئة نفسها بتاعت الموقع لما تكون مسهلية لكل ده. فانت ما عندكش مشاكل. يعني اين? تبس تجيب اللابتوب? ولا جاهز? تبس تتعلم. عندكش حاجة. بس حتى لو موبايلك يعني. فهالموضوع سهل جدا.